موسيقى السلام عليكم معكم أخوكم الحسين من قناة ايتونس Q8 مثل ما انتم شفتو أبل ووتش سيريز 4 احين رح نتكلم عن مواصفات الساعة وشن الفرق بينها وبين الاصدارات السابقة عندنا اول شيء المعالج S4 المعالج هذا يستهلك بطارية اقل ويعطينا سرعة في اداء الساعة رح تحس فرق كبير بينها وبين الاصدار السابق اسرع بمرتين من الاصدار سيريز 3 عندنا حجم الشاشة 30% اكبر من السابق عندنا ال42 ملي متر صارت 44 ملي متر وال38 ملي متر صارت 40 ملي متر البودي صارت اضعف الساعة اضعف من السابق لكن حجم الساعة نفس الحجم ما اختلف معاك بمقاسات الساعة بما ان الساعة ما تغير حجمها فقط تغير حجم الشاشة تقدر تركب الاساور القديمة اللي عندك على هذه الساعة اذا كان عندك اساور للساعة 42 ملي متر فتقدر تركبها على ال44 ملي متر وإذا عندك ساعة 38 ملي متر تقدر تركب الأساور مالتها على 40 ملي متر وعندنا تعديل في الشاشة صار عندنا شاشة OLED مثل ما أنتم شايفين الألوان ودقة الألوان جميلة جدا في الإصدار الرابع وعندنا تغيير في مكان السماعة صارت أفضل والصوت فيها صار وايد أعلى بحيث أنك إذا تسمع أغاني عن طريق الساعة أو ياتصال عن طريق الساعة راح تحس أداء الصوت فيها جدا عالي وجدا واضح وعندنا أيضا تغيير في مكان المكروفون صار عندنا بهذه الجهة على أساس أن الشخص اللي قاعد تكلمه يسمعك بوضوح ويكون الصوت وايد أوضح وصار عندنا تعديل في الكوك أو محرك الساعة صار عندنا فيه اهتزاز أثناء التنقل بين القوائم راح تحس أنه فيه هزة من تنتقل من قائمة لقائمة ثانية أو من تطبيق لتطبيق آخر وبما أنه في السيريز 4 حجم الشاشة صارت أكبر صار عندنا واجهات خاصة في السيريز 4 صار عندنا واجهات فيها تطبيقات أكثر تقدر أنك أنت تضيف تطبيقات أكثر على هذه الواجهة وأيضا عندنا خاصية الأي سي جي تخطيط القلب هذه فقط موجودة في أمريكا حاليا وطبعا هذه مو شغالة الحين لازم ينزل تحديث على الساعة علشان تشتغل هذه الخاصية وطبعا في الدول العربية هذه الخاصية ما تشتغل وأنا أتوقع أنها راح تطول أو يمكن ما تشتغل عندنا لأنها تحتاج موافقة من هيئات صحية وعندنا أيضا ميزة جميلة جدا اللي هي السقوط أو الوقوع إذا مثلا لا سمح الله شخص من ذوي احتياجات الخاصة لابس الساعة طاح ما قدر يقوم أو أنه رجل كبير بالسن أو مرة كبيرة بالسن أو حتى أنت واثناء تمارس الرياضة أو أي وقت طحت أنت ما قدر تتحرك في خاصية تتصل في رقم الطوارئ طبعا رغم الطوارئ أنت الضبطة من عدادات الهيلث أو تطبيق الصحة تحط رقم خاص فيك أو خاص في أهلك على أساس أنه من أن تتطيح أو لا سمح الله يصير فيك شيء إذا ما تحركت فترة أوهو أوتوماتيكيا من خلال الساعة راح يتصل على هذا الرقم وإنت تقدر تكلمه أو أنه يعطي إشعار أن هذا الشخص طاح أو أنه صار فيه شيء وأيضا صار عندنا تغيير في تصميم المستشعر صار تصميم المستشعر غير عن السابق مثل ما أنتم شايفين بهذا الشكل وطبعا غيروا أو طوروا من أداء الأنتنة أو الأريل في الساعة صار عندنا الأريل الحين أفضل على أساس أنه يعطيك تغطية للشبكة في الساعة وأيضا الساعة ضد الماء لممارسة الرياضة المائية إذا أنت تبدأ تسبح تقدر تسبح في الساعة ما عندك أي مشكلة طبعا هذه الخاصية كانت موجودة من الإصدار الثالث وأيضا أضافه خاصية الووكي توكي طبعا أنت تقدر تتكلم مع أي شخص عنده نفس الساعة مجرد ما أنك أنت تضيفه في هذا المكان وتضغط على اسم وهو أوتوماتيكين راح يتواصل معاك وتقدر أنك أنت تضغط مجرد ما تكلمه راح ترسله رسالة صوتية وهو يستقبلها وبعدها يقدر يرسلك رسالة صوتية أيضا كل هذه عن طريق الساعة الآن دعنا نتكلم عن أنواع الساعات عندنا أربع أنواع من الساعات عندنا أبل ووتش السبورت وعندنا أبل ووتش سبورت نايكي بلس وعندنا أبل ووتش وعندنا أبل ووتش أرميز شنو الفرق بينهم؟ كلهم نفس المواصفات ما فيهم فرق فقط جودة التصنيع السبورت والنايكي بلس مصنوعين من الألمنيوم الأبل ووتش والأرميز هذولي مصنوعين من الستان الستيل وطبعا الابل ووتش ارميز فيها واجهة خاصة فيها الفرق بين السبورت والنايكي بلس ما في فرق بينهم فقط في الواجهة في لون زيادة مو موجود في الابل ووتش سبورت وجميع انواع الساعات متوفرة بثلاث الوان لون الاسبايس غري واللون الفضي واللون الذهبي وايضا عندنا خاصية الاتصال عن طريق الساعة الساعة متوفرة بالجي بي اس فقط ومتوفرة بالإيسم والجي بي اس الإيسم حاليا مو شغالة راح تشتغل قريب في دولة الكويت وممكن في الدول العربية كلها راح تشتغل قريب ايضا انا افضل انك انت تاخذ الساعة اللي ما فيها إيسم ليش لانه محد فين يستخدم الساعة بروحها فقط تاخذ الساعة مع التليفون فانت شنو تستفيد من خاصية الإيسم راح تحط على نفسك اشتراك وما راح تستفيد من هذه الخاصية فقط خسائر فلوس فالافضل انك انت تاخذ الساعة فقط بجي بي اس على اساس انك انت ماخذ معاك التليفون فراح تكون الساعة شابكة مع التليفون فانت ما تحتاج انك انت تحط خاصية الإيسم وهذا كان شرح عن الابل ووتش سيريز فور هذا هو شرح اليوم اتمنى لجميع استفاد من هذا الشرح اذا عجبكم هذا الشرح سووا لي لايك وشير وسبسكرايب ولا تنسى اتفعل خاصية الجرس علشان توصلك اشعارات في الفيديوهات الجديدة انا اخوكم علي حسين فمالا اشتركوا في القناة